اشتركوا في القناة بس كوبا تربست كلمة يعني كتير هيك شاملة لكتير انواع من العلاجات اليوم نحنا كزوجين في مشاكل بيناتنا وكل ازواج عندهم مشاكلهم الخاصة يعني مين منختار اي نوع من العلاج لما منروح عند معالج نفسي هل هو العلاج القديم الاناليتيك التحليلي او غيره اوكي هلأ اللي صار هالتغيرات الاخر خمس ست شهر بالعالم اخدت الدنيا لاشياء كتير مديرن يعني كنا عم نشوفها من شوي اليوغا مات واليعني التكنولوجيا فاتت والانلاين ثرابي فاتت بشكل كتير كبير وفتحت بواب كتير كبيرة وهالانلاين ثرابي اذا بديك يعني شبه فضحة علاجات معينة ما قدرت تتأقلم معها او تمشي معها طيب مثل العلاجات القديمة اللي عم نحكي الانسبيراسيون بسيكاناليتيك والترابي فرويديان وكانتو كل هالفاميه تبع السياس التحليل اللي احنا نقول ما بيروحوا صوتا يعرفوا انو عم بيروحوا عند هالنوع الترابيه القديم يلي هني عادة ان الترابيه يلي مدتا ساشن خمس واربين ديقه وبتكون الخمس واربين ديقه كتير شارب يعني انو ستة واربين ديقه خلص من انو بتكون واحد بيكون الترابيوت عم بيسمعك اذا صاروا ستة واربين بيسكر ديناع شوي خلص خلصت يعني ممكن تكون على الدفاو بس كمان حسب نوع الترابيه ممكن تكون على الدفاو ما عم بتشوفه ترابيوت بس هادي صارت حالات قليلة كتير وممكن تكون قاعدة عادة بس انو عادة بيكون الترابيوت بيمروا باوقات كتير سكوت المريض او الشخص اللي عم بيتعالج هو اللي بيكون عم بيعمل اكترية لحكي الترابيوت بيسأل سؤال سؤالين ثلاثة واكتر الشغل بيكون على الشخص وبيقدر ينط من موضوع لموضوع 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 دون اي حسيب او رقيب متل ما بيقولوا وبتقدر الجلسات تاخد وقت كتير طويل سنين وتنعرف اكتر انو نحنا عم نروح على هالنوع العلاج او عم نتعلاج مع هالنوع المعالجين هو اذا منسأل سؤال اذا الشخص بيسأل انو انا كم جلسة بدي تقريبا لبلشوف فرق حسب الاهداف اللي انا حططها او كم قدي فترة زمنية شهر شهرين تلاتة تبلشوف تغير ما هالنوع العلاج ما بيقدر يعطي جواب على الشي هيدا سو متل ما قلنا الدنيا راحت لمشاكل كتير كبيرة بكتير بسرعة اللوكداون والقعدة بالبيت حتى قبل يعني الريتم الحياة السريع كمان هلأ صار بعض اضرب ليش؟ لانو الضغط النفسي بكل العالم باللبنان اكيد صار الضغط النفسي عشر مرات اعلى يعني المشاكل اللي كانت موجودة صارت عشر مرات اقوى وصارت عشر مرات اخطر وصارت عشر مرات ارجانت اكتر طارقة اكتر للعلاج فاذا حدا عم نروح عند علاج عند معالج ما عم بيقلنا انو بعد شهرين او بعد شهر او بعد ثلت شهر راح نبلش نشوف فرق وانا بمصيبة يعني نعم من دون ما نكون طبعا نحن عم ننتقد اي نوع من العلاج وكل العلاجات جيدة ولكن للشخص المناسب بالوقت المناسب بس واني كمان يعني شو ما ساوء هالعلاجات التحليلية راح بنحكي كمان عن الاكيد ايجابيات او سلبياتها بالاضافة للعلاجات الجديدة ايجابيات او سلبياتها حتى يقدروا يعرفوا الناس مين يختاروا وكيف وعلى اي اساس مشكلة اليوم علاجات هالمساوء التحليلية العلاجات التحليلية هي انو بتاخد وقت طويل يعني عم نحكي بسنين عم نحكي بتكلفة باهزة عم نحكي ايضا بانو الشخص اذا ما التزم بجلسة معينة يمكن بيضطر انو يسدد الفاتورة ايضا هايدي مش بس بهالنوع الجلسات يعني وقت حسب اذا لغي اخر تكة او يعني هايدي لأ صارت بأداب المهنة بالمطلق يعني انو اذا الشخص ما اجي عالجلسة وما قال انو مش جاية شي واذا لغي الجلسة قبل بيومين شي تاني بس الفكرة الافانتاج يعني الناحية الايجابية تبع هالنوع العلاج هو انو بيفوت على عمق الامور بيرجع للطفولة وبيشرح بالتفاصيل مصدر المشكلة بس المشكلة هو انو هالعمق هيدا وهالتشريح هيدا بياخد مثل ما قلته سنين فالاشخاص ياللي مش مستعجلين ومصيبتهم منة كتير كبيرة ومش بحاجة لعلاج سريع او لحل سريع ما في ولاد عم بيدفعوا التمنك اليوم ما في خطر طلاق عم بيكون كتير قوي ما عم بيصير في عنف ما في مشكلة طارقة بالزبط اذا ما في مشكلة طارقة هنو على علاج كتير حلو ولذيذ ومثقف وبجنن بس نحنا عم نحكي اليوم عن مشكلة نزاع بين زوجين يعني هيدا اكيد مشكلة طارقة اكيد الولاد عم بيدفعوا حقه اكيدك هالشخصين عم بيكونوا بوضع نفسي سيء ومتعب اليوم معناتها الافضل انو نروح على غير انواع من العلاجات بعدين عندي يعني شغلي كمان انا بحب نوافية وطبعا هيك مع عملنا بهالموضوع مع الاشياء اللي منشوفها حوالينا اليوم ببعض الاحيان المعالج لنفسي بترك الشخص هالقد على سجيته لدرجة انو اذا عفى اسبوع ولا اسبوعين كأنو عبي تخبط مع مشاكله الاديمية كأنو ما عبي قدر يطلع منا بالعكس كأنو بتصير نوع من اعزار لحتى يغلط بعد اكتر ويعمل مشاكل اكتر يعني بترحجة خاني اعطيك مثل قلنا نحن الافانتاج طبعا هالعلاجات انو بترجع للامور ولمصدرها ولمشاكل الطفول بس بضمن وقت معين بضمن حدود معين هاي ده ذو حدين ليش لانو وقت نرجع نطلع هالمشاكل منكون نحن ضبين باللاوعي طبعنا عم تطلع اوكي عم نعمل جلسة 45 دقيقة بالجمعة ونبقى 7 ايام او مرتين بالجمعة يلي هو عادة بالعلاجات الجديدة عم نحكي الجلسة ساعة ونص يمكن ساعتان اوقات نعم فبتطلع الشغلة او بتبلش تطلع ومنتركها جمعة تنقدر نحللها ونعملها بروسسينج ومتحول نقلمات برجع بعيشة من جديد بتاخد اوقات شهرين ثلاثة بالعلاجات القديمة شهرين ثلاثة الشخص طلعت له وجع وعم بيتخبط فيه صار كان ضبه صار عم بيتخبط فيه بشكل اقوى ما معنات اذا ضبه ما عم بيتخبط فيه بس عم بيتخبط فيه بشكل انعم شوي طلع على على السطح وشريكو عم يدفع كمان صار هو عم بيتفع وشريكو عم بيتفع وعم نحكي عن اشهر بينما بالعلاجات الجديدة الحديثة وقتا نطلع هالشغلة منطلعها وبظارف جلسة جلستان يعني بنفس الاسبوع منكون نشلنا الوجع تبعا يعني ما منطلعها ومنتفرج عليها ومنشتغل عليها شوي 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 عنار خفيفة لحجرة باسألك هيك اعطي مثل يعني خلينا نفترض حالة كبيرة حالة اختصاب لنقول شخص كان تتعد عليه جنسيا لما كان صغير سيدة ممكن رجل ايضا طلعنا هالمشكلة هاي ده هل بيرجع بعيشها من اول وجديد؟ نقايت اكزامل كتير منيح اوكي وقدير الشريك اليوم كمان عم بيتحمل معه يعني شو بيعمل الشريك منو معالج نفسي كمان كأني انا قلتلك اتنقايت عن مثل الاختصاب بالحياجة تميزك دكتور الاختصاب بالعلاجات القديمة بيقدر عن جد ياخد عم نحكي عن اربع خمس سنين اوكي لايك الفرق الفاضح بالعلاجات الحديثة قدي بتقولي عم نحكي عن ثلاث اربع جلسات فيهم يكونوا اسرع يعني هون ما في كمان روزي ممكن فينا نعمل جلستين بالاسبوع اي اي فينا عن جد بثلاث اربع جلسات يكون التراوما والوجع طبع الاختصاب بطل موجود هالقدي عم نحكي عن فرق عم نحكي بين انه السنة اوقات جلسة اوكي وعم نحكي عن فعالية كتير سريعة نعم بالنيرو بسيكولوجي يعني عم بيحكي كانوا شوي عن السنسرز الكمية السنسر اللي موجودين صاروا بينحطوا على السيرفو على الراس نعم وبنعمل دراسات عليهم بنشوف ردة الفعل هول عم بيعطوا افانتاج كتير كبير للعلاجات السريعة العلاجات التحليلية الاناليتيك هول ما عندها يهن نعم خليني ذكر مشاهدينا بانو فين تصل فينا على صفر اربعة ستة اربعة تلطرح اي سؤال او اي مشكلة بين بنزاع زوجة او بهكي اختيار العلاج المناسب اليوم الازواج هنرجع على المشاكل عم بتزيد كتير مشاكلهم الضغط النفسي متل ما اتفضلت وذكرت يعني كتير عالي الوضع الاقتصاد بسبب كتير كبير للقلق والكلاش والمشاكل اليوم هالاشخاص اللي كمان عندهم مشكلة اقتصادية يعني ما فيهم يدفعوا على سنين العلاج نفسي عم يكونوا واضحين بالموضوع كيف بيختاروا شو الانواع الجديدة من العلاجات ومين بتتلقم اول شي العلاجات الجديدة بس تنقول اسميها اوكي العلاج المعرفي السلوكي العلاج بالعلاج الايحائي الان ال بي نيرو لانجوستيك بروغرامين ما بعرف شو بالعربي معروفين اوكي الحال يعني الخلط بين طب الاعصاب والعلم النفس مخلطين مع بعضهم بطريقة العلاج يعني التخيل واستعمال الخيال والفكر والتصوير الذهنة اذا بديك بالعلاج علاج التنفس والمبنى على تنفس ونوعية التنفس هؤلاء مخلطين مع بعضهم هن فينا نعتبرهم the new trend يعني الاحصاءات هلأ عالميا الاتجاه الناس يعني اذا بديك فينا نسميهم بطريقة غير العلاج التحليلي هو العلاج البطيء الطويل العلاج المعرفي السلوكي هو نسبيا اسرع من العلاج القديم بس العلاجات يعتبر بالنص الثالث مجموعة اللي هي اذا عم نحكي neuropsychology وguided brain imaging ويبنو ترابي وNLP مخلطين كلهم مع بعضهم هؤلاء بيسموهم the therapy brave او العلاجات السريعة القصيرة يعني مناخد حالة اختصاب ضغري بنشتغلها ونعملها desensitization ما بعود الشخص بتوجعه بقى اللي صار فيه هل الاحصاءات دلت اللجوء لتاني وثالث نوع من العلاجات نعم اخر ثلاث اربعة شهور صار كتير كتير اكبر من قبل واللجوء للعلاجات القديمة صار عشر مرات اقل رح نحكي كمان عن هالموضوع بس عندي اتصال ألو ألو يا هلا تفضلي مونجور مونجور انت على الهواء تفضلي مونجور بتأسأل الدكتور سؤال نعم حبيت كتير انا شارك معكم تفضلي اه انا عند اخلي كتير بسخينة ومع بعض بالبيت نعم كتير شيء مشيكل كتير ونحنا كتير مقصدرين بالبيت وهذا الموضوع ادي عمريك اه عمري رانتق نعم انتو كم اخوي بالبيت نحنا سبت وراد نعم في سؤال محدد لجأوا شيء مرة اهليك للعلاج زوجي لا امضا بس شو السؤال او شو اللي يعني اللي بتقترحي حضرتك او شو اللي طالبي مساعدة فيه اه ومساعدة اللي حتى يلقوا علاج مقدرنا نعرف السؤال ألسي اذا رجعت تصلت فينا بليز تقولي لنا السؤال اه اذا في هيك حالة بالبيت كمان كيف نحنا منقدر نحس هالاشخاص انه يروحوا يلقوا مساعدة ونحنا منعرف انه اليوم كتير من المعالجين النفسيين بكل انواع العلاج النفسي عم بيكونوا عم بيعطوا خدماتهم عن جد ويعالجوا بشكل مجاني او شبه مجاني يعني اليوم مش هيدة المشكل فيه مجموعة كتير كبيرة متجندة ومجندة حالة وعم بتساعد ميديا وعم تعطي جلسات باسعار كتير كتير مقبولة نعم تنساعد المشكلة هو انه اذا بدك قلة الوعي اللي موجودة عند الزوجين بتكون وقلة المعرفة من انه هال اللي عم بيصير بياناتنا قلو حل قلو حل نعم يعني الناس بيعتبروا انه ما في حل خلص هيد الوضع هيك وما له حل وفي استسلام بيكون للمصيبة نعم هالاستسلام للمصيبة بيخلي المصيبة تزيد وتفقع وتوصل لمطارح كتير بشعة يعني ان الضرر على الولاد والضرر على صحة كل شخص على الرجال وعلى المرأة كتير كبير نعم دكتور اذا بلشوا نوع من انواع العلاج ان كان العلاج تحليل الالديم او العلاجات الجديدة كيف بيقدر يعرفوا اذا عم يستفيدوا او لا على هالعلاج وهل دايما العلاجات بتوصل الكوب لبر الامان لحتى يضلوا مع بعض او ممكن توصل الانفصال اكيد ممكن توصل الانفصال يعني ما في حدا يقدر يعمل غارانتي بس فينا نحنا دايما منقول يعني الشغلة الذهبية اللي لازم المعالج يلتزم فيها هو انه يعمل كل جهده انه ما يصير فيها الانفصال ويشتغل قدر المستطاع سولازم الكوب اللي راحين يحسوا انه هالشخص عم بيشتغل بين كل قدرته لحتى يقدر يدور الزوايا ويحسن طريقة التواصل اللي موجودة جمالا كيف بيعرفوا انه صاروا عم بيتحسنوا بده يكونوا عم بيحسوا اشيه ملموسة عم تفرق بين جلسة وجلسة او اقصى حد بعد كل ثلاث جلسات نحنا منقول نعم الأساس لازم يكون فرق شي صرنا عم نعرف نحكي مع بعضنا احسن صرنا عم نعرف نسمع مع بعض نسمع بعض احسن نعرف شو كيف نرد نعرف كيف ما نرد هولا يعني بينتج عنه انخناقات اقل انفجارات اقل وحلول شو ما كان الحل ان كان حل بالانفصال او ان كان حل بالعودة يكون هالحل عم بيصير بشكل حضارة ومحترم وما يدر الولاد رجعت اتصلت فيه الناس طبية اللي اتصلت تقبل عم بتقول عالقليلة هن كيف يقدروا يحموا حالهم من هالسترس خففوا هالسترس على نفسهم وياريت يقدروا يساعدوا اهلهم بشكل الماضي نعملوا حلقة تانية اكيد واذا بتحب تتصلي بدكتر واهبة تحت الهواء اكيد بتاخد رقمه من ألسي اكيد بس هو انه اكيد يعني بسرعة كتير رح جرب جوابه الشخص يكون عنده يعزل حاله ببابل حاله ويكون عنده الانتريه تبعه اهدافه بحياته ويعمل اسباس يخلق مسافة بينه وبين اهله تيحمي حاله او بيقدروا يقولولون الاثنين ما بيمنعوا بعضهم يخلق مسافة يحمي حاله يستثمر وقته ومجهوده بالاشياء اللي هو بتهمه ويشتغل عليها ويقضي اكترية وقته عم بيعمله تيحمي حاله ومن ميلة تانية يعمل ضغط عليهم ويتفشون يخدلهم هو موعد ويروح معهم يمكن بالقوة يجبرهم يروحوا عند معالج ليش لا ليش لا هايدي ما بتصير مع العلاجات القديمة ما بيقدر حدا بالظبط ما بيقدر حدا ان العيلة يخدلك موعد بس بالعلاجات الجديدة بالعكس ياما بتصير نعم بيصير مشكلة كمان بعلاجات الازواج اللي هي انه بيحس حدا من الشركين انه هالمعالج عبي اخد طرف مع شخص ما بالعلاجات الجديدة كيف منقدر نتفادي هالموضوع هل هو علمي اكتر هل هو سيستيماتيك اكتر سؤال جواب فيش من عبيه عم بعطي اكزامل يعني فيه جولدن رولز عن جديد يعني نحنا منعتبر حيالة مشكلة ويا ما بتصير بيجي طرف عم بيخبر المشكلة بيكون الطرف التاني مش موجود اكترية الكابل ثرابي هيك بيبلشوا مش الاثنين بيروحوا مع بعضهم واحد بيروح بالاول ببلش يخبر المشكلة انه هو ابدا تمام ما عم بيعمل ولا غلط وكل الحق على الشريك تبعه وهون الفخ اللي بيقعوا فيه معالجين الميالين للأساليب القديمة هو انه منروح على انه اه معك حق ومزبوط والتاني عم بيغلط وبيفوت المعالج باللعبة هو الشخص اللي راح العلاج ما قصده يكذب بس هو هيك عم بيشوفهم هو هيك عايشهم وصعبة لقلو يقدر يعرف ليش الشخص الاخر عم بيعمل هيك يمكن عليه هو عامل اشيه كمانه ومشارك بالزنب فالجولدن رولز بيقوله حالة مشكلة بتنحط الشخص بيقول الشخص التاني او في عنده مشكلة بهالكوب الشريكة ما عم بيعمل واحد اتنين ثلاثة اوكي اوكي فيه راجل بتقول شو ما هي المشكلة نص بنص قبل ما نعرف منعتبر بار دي فو انه هي نص بنص سبب العلاج كمان بار دي فو هو نص بنص نصه على الشخص على الطرف ونصه على الطرف التاني العلاج بنقصي من نصين على كل شخص اشيه بده يغير حاله فيهم لحتى يقرب للشخص الاخر واشيه بده يتقبلهم بالشخص الاخر لانه الشخص الاخر صعب كتير يقدر يغيرهم كمانا منرجع نص بنص نص الاشيه بده يغيرهم بحاله نعم ونص الاشيه بده يقبلهم بالشخص الاخر ونفس الشيه هونيك هيدا الشيما نص بنص نص بنص نص بنص هو السكولات نعم اذا بدك اللي بي المشاعر اليوم كمان في كتير من نسمع يعني احنا عم نحكي اليوم بهالموضوع لانه فيه ناس عن جد عم بيقولوا اخترب بيتنا من وراء العلاج بدل ما يتزبط بيكون فيه حب بين هالشخصين بيكون فيه يمكن من بعد ما يتركوا بيكون فيه هيك مثل ندم انه كان نحنا بدنا نبقى مع بعض رحنا على اساس نضبط المشكلة انتزع الوضع وطلقنا وتركنا فيه لوم اوقات وما فينا ننكره على المعالج النفسي ليه عم نوصل لهون وليه هالاشخاص ما عم بيقدروا يوقف هالموضوع قدي الشخص لازم يكون عنده علم بنوع العلاجة اللي عم بيروح عليه بالوقت متل ما قلنا يقرأ شوي اليوم كله موجود على جوجل اكيد لقلك شغلي السكولات اللي رسمناها نص بنص نص بنص نص بنص هاي دي وقت متو التبع بتفوت بالحيطان لانه طالما مشين عليها اكيد بتفرق عشرة بالمية خمسة بالمية ما ممكن نخرب بيت ما ممكن نخرب بيت وقتا يحسوا الكوبل انه هن مش رايحين بقى الاتجاه ما عم بيكون فيه نص بنص ما عم بيكون فيه نص بنص بالشغل هاي دي بنفوت بالحيط تاني شغلة لازم يسألوا الاشخاص نحنا اي نوع علاج عم نعمل شو هو اسمه اوكي شو اسمه شو هن الاسامة طبع اللي جات ونقرع عنهم نقرع مثل ما قالت كتب نقرع على الانترنت نفوت نشوف في يوتيوبز عنهم اليوم على الانترنت من ليه قصص ببلاش نسأل عن المعالج ايضا كتير كبيرة كتير كبيرة بيقدروا يوقفوا علاج بالنص حتى لو كان العلاج تحليل قديم يعني اليوم انا مع شريكي حسيت انه ما قدرت استفيد من هالموضوع لبل بالعكس عم بندر وعم تندر علاقتنا بنقدر نكسر هالعلاج اكيد بقى سرع وقت ممكن بقى سرع وقت ممكن ومتل ما قلت كمان في راجل تاني يقلنيها من شوي ثلاث جلسات ماكسيموم كحد اقصى اذا كل ثلاث جلسات ما حسينا انه عم نتحسن عم نمشي لقدام كمان افضل نغير نعم دكتور جاد وهبي دكتور بإدارة المشاعر معالجة سترس شكرا لك الموضوع كتير مهم ما حدا يتهون فيه عن جد يلاقوا علاج لعلاقتهم ولها النزاعات لحتى ما يدروا حالته النفسية الصحية والناس المحيطين فيهم بس العلاج المناسب شكرا لك بريك وامنشع اشتركوا في القناة